سلام صبايا اليوم انا اشتغل هذا الفستان كثير نعوم وكمان حلو للمناسبة مباركة لبيبي صغير اذا حابين نعمل بورتو كلي وبنحط الشوكولات هون جوا الفستان كثير فكرة حلوة ونعومة فينا نعمل هذا الشكل بالنسبة للولو نحطوه به الشكل او بهذا الشكل طريقة كثير سهلة خلونا نبدأ صبايا بتمنى الصبايا اللي عم يشوفوني اول مرة تعملوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد رح استخدم صبايا سنارة مقاسة 2 ميلي متر وعلى اللائد مفاتيح بالنسبة للخيط هذا خيط قطن مية بالمية وهم الشي يكون خيط رفيع مناسب للسنارة بالبداية رح قامل لائده بعدين منا نرتفع 16 سلسلة 1 2 3 زبايا انا عمل 16 سلسلة هلأ عند اول سلسلة رح ندخل بالسنارة رح نعمل منزلقة هلأ رح نبدأ بالسطر الاول رح نرتفع 3 سلاسل رح نعتبرون اول غرزة عمود وبنفس المكان هنعمل غرزة عمود بلفة وهيك رح نعمل تزايد عند كل غرزة او سلسلة تمام رح نعمل اتنين عمود بلفة 1 2 هلأ صبايا انا رح نكمل الخطوات بكل سلسلة رح نعمل تنين غرزة عمود لحتى يصير معنا 32 غرزة عمود بلفة رجعكم صبايا صبايا انا عملت 32 غرزة عمود بلفة هون عندنا ثلاث سلاسل بتالت سلسلة رح نعمل المزلقة بالنسبة للسطر الثاني رح نرتفع 3 سلاسل اول غرزة عمود الغرزة اللي بعد مننا كمان رح نعمل غرزة عمود بلفة والعمود اللي بعد مننا كمان رح نعمل فوق مننا عمود تمام هيك واحد اتنين ثلاثة وعند رابع غرزة عمود رح نعمل بريد امام تمام هون الثلاثة واحد اتنين ثلاثة وعند رابع غرزة عمود بريد امام تمام هي واحد اتنين ثلاثة وعند رابع عمود رح نعمل بريد امامي رح كمل ان الخطوات داير مندار لو وصلنا عند اول غرزة عملتها صبايا وصلت لعند اخر السطر وحتكون اخر غرزة هي غرزة البريد الامامي هون في عنا اول ثلاثة سلاسل عملنا هون ثلاثة سلسلة رح نعمل المنزلقة هلا بننكرر السطر اللي قبل ثلاثة سلاسل اول غرزة معنا الغرزة اللي بعدم منها عمود رح نعمل عمود واللي بعدم منها كمان عمود وعند غرزة البريد الامامي رح نعمل بريد امامي بدنا نكرر نفس الخطوات فوق كل غرزة عمود عمود وفوق البريد الامامي بريد امامي واحد اثنين ثلاثة بريد امامي تمام سأكمل هذه الخطوات لو وصلنا عند اول غرزة صبايا وصلت لاخر السطر الثالث وهذا الشكل اللي حيصير معنا وهون عن ثالث سلسلة رح نعمل المنزلقة هلا رح نكرر السطر الثالث كمان سطر هيك بصير معنا اربع سطور برجعكم صبايا صبايا خلصت السطر الرابع نفس خطوات السطر الثالث هلا بالنسبة للسطر الخامس رح نبتدي بثلاث سلاسل اول غرزة عمود الغرزة اللي بعد منها غرزة عمود وعن ثالث غرزة رح نعمل تزايد اثنين غرزة عمود بنفس المكان وبعدين عنا البريد الامامي رح نعمل بريد امامي بدنا نكرر هالخطوات معنا ثلاثة عمودة وبريد امامي بدنا نعد واحد عمود وعن ثالث عمود رح نعمل تنين عمود والبريد الامامي رح نعمل بريد امامي ورح نكمل بنفس الخطوات عمود عمود وبالثالث عمود رح نعمل تنين عمود بريد امامي سوف نكمل هذه الخطوات للوصل عند أول ثلاث سلاسل اللي عملناها سبايا أنا وصلت لعند آخر السطر وهنا عند ثالث سلسلة رح نعمل منزل هلأ رح نعمل آخر سطر تمام هذا الشكل تنورة من تحت بالبداية رح نعمل ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة رح نترك غرزة فاضية واللي بعد منا رح نعمل منزلقة ورح نكرر هالخطوات ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة رح نترك غرزة فاضية واللي بعد مناها منزلقة رح نكرر هالخطوات ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة رح نترك غرزة فاضية والغرزة اللي بعد مناها منزلقة تمام رح كرر هالخطوات لوصل عند اول غرزة سبايا انا كمت الخطوات وهذا الشكل اللي حيصير معنا وهون اخر شي ثلاث سلاسل غرزة فاضية وهون عند اول غرزة او اول سلسلة رح نعمل منزلقة بعدين سلسلة ورح نقص الخط هلأ سبايا بدنا نبلش من الفستان من فوق من نفس المكان هون السلاسل هون حتكون عنا اول غرزة هون في عنا 16 غرزة فحنحط السنارة هون وحندخل خيط جديد وبالبداية رح نرتفع السلسلتين بنفس المكان رح اعمل غرزة نصف عمود هاي اول غرزة معنا تمام وهون الغرز بدنا نمشي فوق كل غرزة غرزة نصف عمود هنا 16 غرزة فحيكون معنا 16 غرزة نصف عمود تمام بهالشكل رحكمل انا الخطوات لحتى اوصل اللي عند اول غرزة عمود ورح يكونوا 16 غرزة نصف عمود سبايا انا كميت الخطوات عملت 16 غرزة نصف عمود وهون عند اول غرزة نصف عمود رح نعمل المنزلق وهلأ رح نكرر بنفس الخطوات سلسلتين وبنفس المكان رح نعمل اول غرزة نصف عمود بعدين فوق كل غرزة نصف عمود رح نعمل نصف عمود وعند اول غرزة نصف عمود رح نعمل المنزلقة رح نكمل بنفس الخطوات كمان سطر يعني عملنا سطر اثنين كمان حنعمل سطر التالت بنفس الخطوات بس اللي خلص برجعكم سبايا سبايا انا كررت السطر هيك صار معنا 3 سطور نصف عمود وبكل سطر عم يكون 16 غرزة نصف عمود تمام هلأ بدنا نعمل اخر سطر هون بالبداية رح نرتفع سلسلتين وبنفس المكان رح نعمل نصف عمود لنعد هلأ 6 غرز هون 1 2 نصف عمود 3 نصف عمود 4 5 6 صبايا بعد ما عملنا 6 غرز نصف عمود بدنا نرتفع 4 سلاسل 2 3 4 بدنا نترك غرزتين فاضين وعن الثالث غرزة رح نعمل اول غرزة نصف عمود كمان رح نعد 6 غرز نصف عمود 1 هون الغرز 2 3 4 5 6 6 رح نعمل اربع سلاسل 1 2 3 4 وهيك بقي عنا اخر غرزتين رح نتركون و هون عند اول غرزة نصف عمود رح نعمل المنزلقة 1 3 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 14 15 15 16 16 17 19 18 هلأ هون ننعمل غرزة عمود بلفه هون مكان هذا الفراغ آخر النصف عمود هون في فراغ بهالشكل نحن نعمل غرزة عمود هلأ رح نتقل على الأربع سلاسل تمام ورح نعمل أربع غراز عمود بلفه واحد نين ثلاثة أربعة هلأ صبايا آخر شي في عنا هون الثلاثة سلاسل اللي عملناهم بأول شي عند أول سلسلة رح نعمل المنزلقة ويك تشكل عنا أول كم هلأ صبايا بنا نعمل الكم الثاني هون في عنا الغرزتين هون الفراغ هاد رح ندخل السنارة هون هنضيف الخيط هضيف الخيط هضيف الخيط هون في عنا الغرزتين يلي تحت رح ندخل بأول غرزة نلف الخيط ونطلع ندخل بالتاني غرزة نلف الخيط ونطلع هلأ ثلاث حلقات نلف الخيط ونطلع نلكل وهون بهذا الفراغ رح نعمل غرزة عمود بلفه بهذا الشكل بعدين رح ننتقل هون على الأربع سلاسل من هون رح نشتغل بهذا الشكل نحاول ندخل السنارة هون بفراغ السلاسل رح نعمل أربع غرزة عمود بلفه مثل ما عملنا بالطرف الأول هاي واحد اتنين ثلاثة اربعة ثلاثة تمام وهون مطرح ما اتدينا السلسلتين عند أول سلسلة رح نعمل المنزلقة بعدين رح قص الخيط وهيك تشكل عنا الكم الثاني صبايا هذا الشكل النهائي انا حطيت هيك اللولو صغير هون او فينا مثل هذا الشكل نعمله مثل سنتور حوالين الفسطان وبالنسبة للتعليقة انا علقتها من هون من ورا شايفين كيف بتمنى ان تكونوا استمتعتوا بالفيديو سلام موسيقى 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 شكرا